اشتركوا في القناة وسط اجراءات امنية مشددة الثانية والربع بتوقيت بيروت اهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث ايضا عبر الموقع otv.com.lb وعبر فيسبوك وتويتر اعلن وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي عقب انتهاء اجتماع الحكومة عن جلسة للمجلس يوم الخميس في بعبدة عند الساعة الثانية بعد الظهر لافتا الى انه بعد اقرار الموازنة سيتم طرح ملف الكهرباء الى جانب ملفات اخرى واوضح ان مجلس الوزراء قرر تفويض وزير الاتصالات بالتفاوض مع ليبانبوست لتجديد عقدها لغاية 30 نيسان الى حين اطلاق المزايدة معلنا عن تشكيل لجنة وزارية لدرس موضوع مبنى اهراءات القمح المعرض للسقوط ورفع تقرير بمهلة اقصاها نهاية شهر شباط باشر المجلس بدراسة جدول اعماله المتضمن 76 بدا فاقر معظمها ومنها طلب وزارة المالية تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مسودة الاستراتيجية الوطنية لاصلاح الشراء العام وخطة العمل التنفيذية تمهيدا لاقرارها عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى الغاء القانون 359 تاريخ 16-8-2001 المتعلق بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية واعادة العمل بقانون اصول المحاكمات الجزائية كما وضع بالقانون رقم 328 تاريخ 28-2001 بما يتعلق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز بما ينسجمه مع رأي مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة وزارية لدرس موضوع مبنى اهراءات القمح المعرض للسقوط في مرفع بيروت ورفع تقريرها به مهلة اقصاها نهاية شهر شباط الجاري تفويد وزير الاتصالات التفاوض مع شركة لبون بوست بما يؤمن سائل المرفق العام واطلاق المزيدة وفق دفتر شروط يعرض على مجلس الوزراء قبل تاريخ 30-04-2022 الكهرباء بعد اقرار موازني الموضوع الكهرباء وموضيع اخرى ستطرح لانه في عنا جدول كما عرض دولة الرئيس على مجلس الوزراء في عدة مواضيع تحتاج ربما الى شوية تركيز اكتر في جلسات مستفيدة وصل مستشار الولايات المتحدة لامن الطاقة العالمي اموست هكشتاين الى لبنان اتيا من اسرائيل وتستمر الزيارة لمدة يومين ويحمل هكشتاين عرضا يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية وسيثير ايضا في محادثاته مسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن هكشتاين في لبنان اذا فهل من تطورات جديدة تدعو الى التفاؤل تأكدت مصادر مطلع على اجواء قصر بعبدالي الو تي في ان الرسالة الدولة اللبنانية التي قدمتها وزارة الخارجية اتت ردا على رسالتين وجههما المنذوب الاسرائيلي لدى مجلس الامن الى مجلس الامن والامن العام للامم المتحدة واضفت المصادر ان الرسالة اللبنانية شددت على اننا لا نزال في مرحلة التفاوض غير المباشر برعاية امريكية وبالتالي لبنان يرفض ما اوردته اسرائيل في رسالتيها من امتعاض لاننا اطلقنا دور الترخيص الثانية وقالت المصادر حين نكون في مرحلة التفاوض يكون كل خط تفاوضيا مضيفة عززنا الموقف اللبناني وقلنا اننا خلال التفاوض تقدمنا بما يثبت ان خط التفاوض اللبناني هو الخط 29 وبعدما رشحت معلومات عن ان هوكشتاين يحمل معه تجديدا لطرح تقاسم الموارد في الحقول المشتركة تحت سطح الماء من خلال تكليف شركات بمهمة الانتاج وتقسيم العوائد وهو طرحه القديم وان جولاته على المسؤولين اللبنانيين ستكون للتوصل الى الية للتقسيم لا للترسيم اضافة الى معلومات عن ان الامريكيين من خلال افريقاء لبنانيين يستطلعون رأي حزب الله في هذا الاطار ربطا بما خوفه من التطبيع اكدت مصادر حزب الله للأو تي في ان فكرة شركة مشتركة او تقاسم الثروة تحظى برفض كامل لدى الحزب والموقف الرسمي اللبناني المتمثل برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يرفضها ايضا ولبنان يتفاوض على ترسيم حدوده البحرية للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني واستخراج ثروات لبنان لبنان يتفاوض على الحدود المائية اللبنانية التي تحتها حقول النفط والغاز اللبناني وقالت المصادر من الطبيعي ان يكون الامريكيون مهتمين بان يعرفوا رأينا عن طريق احد الاطراف ولكن لا اتصال مباشرا او غير مباشر معهم وصل العماد جوزاف عون الى طرابلس على متن طوافة عسكرية وافادت المعلومات عن زيارات له للمرجعيات الدينية في المدينة وسط انتشار كثيف للجيش في طرابلس وقطع للسير امام مطرانية طرابلس المارونية ودار الفتوى المكتب السياسي لحزب الكتائب يدعم ترشيح نجل النائب بطرس حرب في البترون ويتخلى عن نجل رئيس الكتائب السابق جورج سعادي النائب السابق سامر سعادي وعلى وقع الخلافات الداخلية ازمة الكتائب الانتخابية تطعمق التفاصيل في تقرير جورج عبود ما من ساوم هو شعار حملة حزب الكتائب اللبنانية الانتخابة للعام 2022 فمن خلال الدعاية الانتخابية كان اول الاحزاب باللجوء للانفاء المالي عبر نشر اعلانات ضخمة بالشوارع بمختلف المناطق بالشكل حزب الكتائب عم بحاول يقطف الصورة انتخابيا مستغلا غياب الدعاية السياسية حتى الساعة اولا خوفا من تأجيل الانتخابات وثانيا لان معظم الاحزاب عم بتعاني من موضوع التمويل لكن ماذا في المضمون؟ يجمع الخبراء الاحصائيين على انه اقصى طموح حزب الكتائب هو الحفاظ على كتلته النيابية المؤلفة من ثلاث نواب علما انه النائب نديم لجميل لا يزال يتأرجح بين خيار الترشح على لائحة القوات اللبنانية ام الكتائب بدائرة بيروت الاولى حتى الساعة مسعى الكتائب باستقطاب ما يسمى بقوة تغيير لم يصل الى اي نتيجة مرجوة فحتى بمعه الحزب الكتائب اي دائرة المتن الشمالة مجموعات الحراق غير متحمسة لتشكيل لائحة مشتركة مع الكتائب وهي طرى انه لا منفع انتخابية وخاصة انه اصوات الثورة رح تكون مجرد رفع لحصول الكتائب على حاصلات عدم تقبل مجموعات الحراق التحالف مع الكتائب اخرج الاخيرة ايضا من الصباق الانتخابي بدائرة بعبدة فهي ما بتملك حاصل انتخابه وبالتالي لان تتمكن من فرض مرشح حزبه بهيد الدائرة الخلافات الدخلية بحزب الكتائب بدأت بالظهور الى العلم باكتر من دائرة انتخابية وهي عم بتشكل عامل سلبي رح يقدل تشطط الاصوات ففي دائرة الشمال التالتة عدم رغبة الحزب بترشيح النائب السابق سامر سعادة انعكست مقاطعة الاخير لجميع النشاطات الكتائبية الانتخابية بالمنطقة اما بدائرة كسروان جبال فيسأل مراقبون عن مصير ترشيح الكتائب للوزير السابق سليم الصاير خاصة انه مرشح حزب الكتائب بكسروان بانتخابات عام 2018 شاكر سلامة حصل على 2239 صوت تفضيلة فقط علما انه الحاصل الانتخاب بهيد الدائرة بفوق ال14 الف صوت وبالتالي رح يشكل الكتائبيين مجرد رفع انتخابية حيث تشير ايضا المعطيات الى امطعات كتائب بجبال مع توجه الحزب لعدم ترشيح اي حزب هناك بدائرة زحلة فالشرزمة بصفوف حزب الكتائب حدث ولا حرج فالعلاقة المتوترة بين النائب السابق إلي مارونة ورئيس اقليم زحلة الكتائب شارل سابا قدت لاعفاء الاخير من مسئوليته الحزبية ليبقى السؤال هل رح تترشح يومنا لجميل بهيد الدائرة بحال نجح الكتائب بنسج تحالف مع الكتل الشعبية ممثلة بميريا مسكيف بالفعل اذا كنتم رغبانين يصير فيه تغيير وتبديل ويصير فيه حكم جديد نهج جديد لازم تمرسوا هذا الحق شهد القصر الجمهوري تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اوراق اعتماد سبعة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم سفير جمهورية كوريا وسفير جمهورية الكود ديفوار وسفير هونغاريا وسفير جمهورية ليتوانيا وسفير الجمهورية الإسلامية الموريطانية وسفير غانا وسفيرة جمهورية كينيا ولدى وصول السفراء تباعا إلى القصر الجمهوري اقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة ونقل السفراء إلى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم كما تمنوا له التوفيق في مسئولياته الوطنية مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته إلى رؤساء الدول متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية لمناسبة اليوم العالمي للسرطان تداعى عدد من كهنة مناطق شكا والكورة إلى لقاء تدارسوا خلاله التحضير للبدء بتحركات تدعو إلى منع شركات الترابة من استخدام الفحم الحجري والبترولي في لبنان وشددوا على ضرورة إقفال مصانع ومقالع اسمنت الموت وترحيلها إلى مكان بعيد من الكورة ومحاكمة أصحابها والشركات هذا ابن أختي بيت هون ابن أختي كمان جابي روح بالسرطان بيوا فما بدي بريد تشوفوا كل بيت كل بيت ما في بيت خالي من واحد أو اثنين بالسرطان كله سواه ومشكلة الشركات اللي عم تصير هيك هذا اللي بيقول أنه كم جيل بجيل صاروا منصابين من هالشركة البتالي ثمانين سنة صار لأو أكثر من ثمانين سنة حل بقى تنقل من هون تروح في مناطق تانية في مناطق منا مأهولة مثل هالمنطقة يلي هدا عم يكون فعليا تهجير مبطن لأهل المنطقة اليوم أولادنا ما بقى بدون يقعدوا بالغبرة ليش بدون يقعدوا بالغبرة بيروحوا بيقعدوا بمحلات يلي نظيفة وبيتنشقوا هوا مقبول ومحمول وما بيعرضوا حالا لأخطار أنا بطالب الرؤسة الثلاثة أنه هني يمنعوا نهائيا شغل الشركات بين البيوت وخاصة أنه عم بيحرقوا مواد سامي جدا ومعادن تقيلة السراطنات خير بالعالم التنفس العالم ما فيه تنفس ونمشتي أنه بهالأيام لا فيه أدويه ولا فيه مصاري لحالم تفرط وما فيها إذا معها مصاري ما عنده قدر تصلى ما متحمى الوضع أبدا جزء بسيط من العقاب الواجب على قتل أهل الكورة بالسرطان وأمراض صناعة الإسمنت الخطيرة هو إقفال مصانع الترابة ومقلعها التي قتلتهم عن سبق تصور وتصميم بإحراقها ملايين أطنان الفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت والزيت المحروق وبقايا مصانع الدهنات والأدوية المنتهية الصلاحية مسببة انبعاث كميات رهيبة من رماد الفحم الحجري المتطاير والغبار المجهري والديوكسين والفيران والزئبق وسائر المعادن الثقيلة ما يعتبر حرب إبادة جماعية ضد أهل الكورة الأبرياء في اليوم العالمي للسرطان ندعو إلى إقفال مصانع ومقالع ترابة الموت والسماح باستيراد الإسمنت ومحاكمة أصحابها وشركائهم كمجرمي حرب إبادة جماعية ودمار شامل نحذر الحكومة الحالية من أي مخالفة للقانون قد ترتكبها بإعطاء مهلة لمقالع شركات الترابة الموجودة في أماكن يستحيل وجود مقالع فيها والتي دفنت ملايين الأطنان أطنان النفايات الصناعية السامة الخطيرة داخل هذه المقالع وهذه النفايات تحتوي على عدد من المعادن الثقيلة فوق مياه أهل الكورة الجوفية ما يعتبر قنبلة سرطانية موقوطة فاصل ونتابع النشرة إلى الأخبار الإقليمية والدولية نفأ الكراملين صحة المعلومات عن توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لصفقة بشأن أوكرانيا موضحا أن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن بوتين وعد ماكرون بعدم تنفيذ أي تحرك عسكري قرب حدود أوكرانيا غير صحيحة وأشدد على أن القوات الروسية ستعود إلى قواعدها في روسيا بعد انتهاء المناورات في بلاروسيا لافتان إلى أن بوتين لم يعطي ماكرون موعدا محددا لعودة القوات الروسية من بلاروسيا وأشار الكراملين إلى أن روسيا وفرنسا لم تتمكنا من التوصل لاتفاق في هذه المرحلة إذن مؤكدا الحاجة إلى خفض التصعيد بشأن أوكرانيا وكشف أن مقترحات ماكرون للتهدئة تتضمن أسؤسسا منطقية يمكن البناء عليها وكان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أشار إلى أن زيارته لموسكو ساعدت في خفض التصعيد مشددا على أن المحادثات مع بوتين خلصت إلى عدم حدوث مزيد من التصعيد بشأن الوضع في أوكرانيا وأكد في تصريح له أنه لم يكن لدي أي اعتقاد بأن بوتين سيقدم أي تنازلات أو بوادر لحل الأزمة في أوكرانيا معلنا أنه حصل من بوتين على تأكيد بعدم التصعيد في الملف الأوكراني أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الحوار مع روسيا حول الأمن والطريق إلى الدبلوماسية مفتوح لكنها مستعدة لفرض عقوبات أيضا وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل مع الكونغرس والحلفاء على زيادة المساعدات لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية وأضاف أن الولايات المتحدة سمحت للدول الأجنبية توريد الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا وعززت القوات في أوروبا ووضعت بعض الوحدات في حالة التأهب مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر إنستجرام فيسبوك واتويتر شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر